السلام عليكم في قناة صحة وتخصيص معكم دكتور حنس حشمت النهاردة نكمل سلسلة الفيديوهات التوعية الصحية التي تدناها مع بعض على القناة الناس الأول مرة تشوفنا القناة بتقدم مجموعة متنوعة من الفيديوهات الخاصة بصفة عامة عن الصحة وتخصيص بصفة خاصة ياريت يا جماعة نرجع نشوف المحتوى من الفيديوهات الموجودة على القناة لو أجبنا المحتوى من النساش نضغط لايك لفيديو ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس حتى وصل لنا كل فترة فيديو جديد خاص بالصحة بصفة عامة والتخصيص بصفة خاصة الدائنة شواني طريق الأمراض الخطرة المرض لا يستقر في حالة إدماله بل يتطور ليشمل العديد من الأمراض منها الاعتلال العصبي المتعدد بولي نيروباسي وهنتكلم عن أشهر الدوة لعلاج هذه الحالة لمرضى الدائنة شواني خليكم معايا ولكن بعد فصل وارجعنا لكم تاني بعد فصل وأهلا بكم مرة تاني في قناة صحة وتخصيص دكتور ايه هو الدوة المستخدم لعلاج الاعتلال العصبي المتعدد البولي نيروباسي لمرضى الدائنة شواني الدوة اسمه إنوتيرزن وتصنيفه كدوة هو مركب غير عدوي فئة الأمراض اللي بيعالجها هي الأمراض البطنية الاستخدامات الطبية هو بيعالجوا بيه البالغين الكبار فقط يا جماعة المصابين بالاعتلال العصبي المتعدد بولي نيروباسي الناتج عن الدائنة شواني المرتبط ببروتين اللي ترانس سايرتين طيب دكتور الدوة ده بيشتغل ازاي طريقة عمله بيشتغل ازاي بيصنفوه على انه جزء قليل لنيوكليوتايد عكسي الاتجاه يعني بنسميه انتي سينس اوليجو نيوكليوتايد بيعمل عن طريق تحليل الحمض النوبي الريبوزي الرسول اللي بنسميه المرن ايه او الماسنجر ار ان ايه لنوع معين من البروتينات بيسمى الاترانس سايرتين وده بروتين بيتم تصنيعه بشكل اساسي في الكبار هناك عدة حالات من الدائنة شواني تنتج عن حدوث ترسبات غير طبيعية لبروتين الاترانس سايرتين في مناطق مختلفة من انسجة الجسم منها العصاب منها القلب منها العيون منها الكلة ما يسبب اعاقة وظيفية لهذه الانسجة يقوم الدواء بتحليل الحمض النووي الريبوزي الرسولي لانواع مشوهة جينيا من بروتين اللي ترانس سايرتين بالاضافة انه بيرتبط بالترانس سايرتين زو الجين بري النمط اللي بنقول عليه الويلد طيب وبيقلل مستوياته في الدم وبيقلل ترسبه في الانسجة والاعضاء المختلفة طيب دكتور الاشكال الدوائية والتركيزات بتاعة هذا الدواء هو بيجي في صورة علبة جماعة بتحتوي على محلول للحق تحت الجلد بتركيز 284 ميلي جرام في واحد ونص ميلي لتر بنخزنها في درجة حرارة التلاجة من اثنين لتمانية مع مراعاة عدم التدميدي يعني مفاش حطها في الفريزر وممكن احفاظ الدواء في درجة حرارة الغرفة لا تزيد عن 30 درجة مقاوية لمدة لا تزيد عن 6 اسابيع بعدها يتم التخلص من اي كمية من الدواء غير مستعملة طيب الجرعة بتاعتها للكبار بنديها ازاي؟ الجرعة بندي حقنة كاملة واحدة للبالغين مرة اسبوعيا في نفس اليوم من كل اسبوع طيب تعليمات تناول الجرعة ازاي المريض؟ اول حاجة لازم يخرج الابرة من التلاجة وتترك في درجة حرارة الغرفة لمدة نص ساعة قبل الحقن مع ضرورة عدم تسخين الابرة باستعمال اي وسائل التسخين وعدم تعرضها لاشعة شمس يعني واحد تتأخر على معاد الجرعة يجي حطوتها مثلا يسخنها او يعرضها للشمس او اي وسائل تسخين ممكن تيجي في دماغك مينفعش اعرض الابرة لاي وسائل تسخين وانا بس بسيبها لمدة نص ساعة في درجة حرارة الغرفة قبل ما استعملها طيب نسيان الجرعة اخدها فور ما افتكرها يا جماعة خلال يومين ولكن في حالة مضى اكتر من يومين على نسيان الجرعة لا تأخذ وتأخذ الجرعة التالية في الموعد المحدد مع الحرص على عدم الحصول على جرعتين في نفس الوقت لان الاثارة الجانبية بتاعة الدواء خطيرة جدا طيب دكتور ايه هي الاثارة الجانبية بتاعة الدواء؟ بصوا يا جماعة الدواء ده ليه اثار جانبية خطيرة تستلزم رعاية صحية فورية فلازم الناس اللي هتستخدم هذا الدواء او بتفكر ان هي تاخده لازم تخلي بالها من الاثارة الجانبية بتاعته اول حاجة بيحصل تفاعلات وعلامات للحساسية المفرطة ودي بتظهر على شكل طفح جلدي شاري ضيق في التنفس دور شديد تورم في الفم والشفاء واللسان والحلق والوجه عندنا كمان اعراض وتفاعلات مرتبطة بالحقن خلال ساعتين من تلقي الحقنة المريض بيحصل له صداع ألم في الصدر أعراض بتشبيه الانفلونزا جسمه بيدفى فيه قشعريرة فيه احمرار في باطن الكافين ألم في العضلات والمفاصل تحرك العضلات بشكل لا إراضي تلاقي العضلات فيها رعشة كده لا إراضية كمان فيه أعراض تدل على بدء مشاكل الكبد بتلاقي المريض يحصل له قيء وغسيان مستمر فقدان الشهية ألم في البطن والمعدة اسفرار لون الجلد بياض العين وده يا جماعة دليل على اليرقان خروج البول بلون غامق وارتفاع وظائف الكبد كمان فيه أعراض بتدل على الإصابة بالسكتة زي مشاكل الكلام تلاقي المريض مش عارف يتكلم فيه ضعف أو خضر مفاجأ في جانب واحد من الجسم الارتباك تغيرات مفاجأة في الإبصار مشاكل الاتزان تلاقيه مش عارف يقف أو يسلب نفسه فيه كمان أعراض نقص فيتامين ألف المؤثر على العيون تلاقي المريض فيه عنده جفاف في العيون تشوش الرؤية مشاكل الإبصار في الضوء الخافت اللي هو بنسميه العمى الليلي تدلي جفون العيون نزيف في بياض العيون جحوز العيون كمان بيحدث نزيف غير طبيعي أو سهولة ظهور الكدمات في جسم المريض ظهور بقع حمراء أو أرجوانية تحت الجلب ظهور الدم في البراز والبول وكمان البول بيبقى فيه رغوي يدل على نزول البروتين في البول كمان في بعض المرضى بيوصل لنقص أو انقطاع التباول نهائي للسيدات بيصل الأمر لنزيف الدورة الشهرية الشديد وده يا جماعة كل الحاجات دي دليل على تدهور وظائف الكلة نتيجة استعمال الدورة كمان يا جماعة من ضمن الأثار الجانبية سعال مصحوب ببلغم أو قائب يشبه القهوة المطحونة صدع مستمر تصلب الرقبة تعب إرهاق حمى احتباس السوائل فيه الأطراف فقر دم غماء عدم انتظام لضربات القلب تنميل انقطاع التنفس ونقص ضغط الدم الانتصابي بيحصل جفاب في الفم وكسرة الحمضات وعدوى بكتيرية طيب دكتور هل فيه أي تدخلات دوائية مع هذا الدواء بيتدخل مع مضادات الجلطات الانتيكواجلن بيتدخل مع مضادات صفاحة دموية الانتيبليتلت بسبب تأثير الدواء على نقص الصفاحة الدموية وبالتالي بيزود لك عندك حالات النزيم زي ايه من الأدوية دي؟ زي الكولوبيدو جريل وتيكا جريلور والأسبرين والورفنين كمان ماينفعش أخد الدواء ده مع الأدوية المسببة للتسمم الكلوي أو الأدوية المؤثرة على وظائف الكلة زي دواء السايكلوس بورين والسيس بلاتين والأمفوتريسين بي والفانكومايسين طيب يا جماعة إيه هي احتياطات الاستخدام للمرضى اللي يستخدموا هذا الدواء أول حاجة الدواء ده يا جماعة بيمتلك تحذيرات تعرف باسم بلاك بوكسد ووردن أو تحذيرات الصندوق الأسود ودي من أشد أنواع التحذيرات التي يتم ارفقها مع الأدوية أول حاجة الدواء بسبب نقص مفاجئ وغير متوقع في عدد الصفائح الدموية ما يؤدي لحالات نزيف مهددة للحياة لذلك قبل مبدأ باستعمال الدواء لازم أقيم عدد الصفائح الدموية لدى جميع المرضى وأستمر في مراقبتها أثناء العلاق وحتى في بعض الحالات بوقف الدواء في حال ظهور أعراض نقص الصفائح الدموية إلى أن تعود عدد الصفائح الدموية إلى المستويات المقبولة مع الاستمرار في مراقبة الصفائح الدموية بعد التوقف عن استخدام الدواء لمدة 8 أسابيع على الأقل تاني حاجة لازم أرائب وظائف الكولة قبل استعمال الدواء أقيم مستوى الكرياتينين معدل الترشيح الكوبايبي المقدر وتحليل البول مع الحرص على عدم بدء الدواء أو التوقف عن استعماله لما نسبة الكرياتينين على بروتين البول تساوي أو تبقى أكتر من ألف ميلي جرام لكل جرام وفي حالة التأكد من إصابة بالالتهاب كوبايبات الكلى يتم إيقاف الدواء بعد كده مرضى زراعة الكبد يا جماعة الدواء ممكن يسبب رفض للعملية لذلك يجب إيقافه في حالة تطور أي أعراض أو علامات تدل على رفض عملية زراعة الكبد بعد كده يا جماعة عندنا مراقبة مستويات نقلات الأمين والبيليروبين عند استعمال الدواء كل أربع شهور وخلال استعماله مع التوقف بشكل مؤقت أو دائم في حالة تطور أعراض تدل على اعتلال الكبد لأن الدواء يا جماعة بيسبب إصابات في الكبد لتجمعه داخل الكبد طيب كمان لازم نوصف مكملات فيتامين ألف لتعويض النقص خلال استخدام الدواء مع الحرص على عدم زيادة الكمية مع حالة أي مريض تتطور لديه أي أعراض بصرية لطبيب العيون طيب دكتور هل الدواء دي ليه موانع استعمال طبعا في الحمل يا جماعة أو التخطيط للحمل في الرضاعة أو التخطيط للرضاعة المعاناة من التهاب كبيبات الكولا جولومريولو نيفرايتس كمان الإصابة بالسكتة الدماغية أو تمزق الشرايين حيث أن استعمال هذا الدواء بيؤدي لتغيرات التهابية ومنعية تسبب حدوث تفاعلات تؤدي للسكتات الدماغية كمان يا جماعة لعلاج أحد مضاعفات الداء النشواني أو أحد مضاعفات إهمال الداء النشواني بيؤدي أن إلزامك أنك أنت تستخدم دواء خطير قد يؤدي لحالات صحية أخطر لازم يا جماعة لا نهمل الداء النشواني وحالات الداء النشواني لازم الناس كلها تعرف أنه ممكن تؤدي بي الأمراض خطيرة بتستلزم استخدام أدوية أخطر إن حالات الداء النشواني تتطور لأمراض خطيرة تستلزم استخدام أدوية أخطر حالات الداء النشواني بيتم متبعيتها طبقا لتفاصيل الحالة الصحية ومن سمى وصف التحليل المطلوبة لتقييم الحالة الصحية للمرضى ومن سمى تحديد البرنامج العلاجي المناسب لكل حالة من له أذنان للسمع فليسمع لا تنسوا بتبعات على صفحة صحة تخصيص على الفيسبوك وعلى قناة التك توك والكي وايب باسم دكتور حنس حشمت لمزيد من الفيديوهات القصيرة حول الصحة بصفة عامة والتخصيص بصفة خاصة أتمنى الفيديو عجبنا ولو عجبنا ما ننساش نضغط لايك للفيديو ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يصلينا كل فترة فيديو جديد خاص بالصحة بصفة عامة والتخصيص بصفة خاصة شكرا ليكم كان معكم دكتور حنس حشمت ألف سلام